مرحبا فيكم حبايبي ببرج الحوت. خلينا نشوف طاقتنا. ازان هذا الشهر كيف عامل? اش عامل? شو عم بنركز اه على شو عم نصرف طاقتنا? ازان لبرج الحوت. هون عم بشوفها اه نهاية يمكن عم تصرف يعني طاقتك لانهاء شيء قديم في حياتك او انهاء علاقة ثلاثية. عم تصرف عليها طاقة لحتى انك اه تنهيها عم بشوفها على انتصار وعلى نجاح. ان شاء الله يا رب. خلينا نشوف بشكل عام ازان للحوت. في بداية الشهر اه رح تكون في عندك اه شوية اوها ممكن او اه عم تتعرض لا اكاذيب معينة لنصب اه معين انت عم تنهي هاي العلاقة. عم تنهي هاي الطاقة ما عم يعني اه بتكون موجودة في هاي الشهر. انا عم بقول عم تنهيها. فعم بشوف اه بالعكس اه من بعد اه ما كنت اه محبوس داخل هاي الا الا الاوهام. او حتى انت ممكن تكون عيشت حالك في اوهام لانه هدول الكرتين مع بعض كمان اه اوهام. عم تتذكر اه شيء اديم وطول الوقت عم بتفكر بهذا اه الشخص اه الاديم. عم تترك ثلاث فرص قدامك او يعني على الاقل. عم تترك فرص كتير وعم بتفكر طول الوقت في هذا اه الشخص. شايفي السفر حلو كتير لا اه لبرج الحوت. ممكن تكون عندك سفر على خير على موضوع انت حابب انك تعمله بتم على خير. ممكن تكون سفر عند الحبيب مثلا. اه او بعيدا عن الحبيب. التنتين محتملين. اه هون عم بشوف اه انهاء لعلاقة ثلاثية في نهاية الشهر ما رح تكون بداية الشهر. عم بشوفهم اه في اخر ممكن اسبوع. اه لانه ورقتين يعني علاقة ثلاثية بجنب بعد. اه الطاقات نسيت احكيها بس اه نحكي انه اه الطاقات عم بتكون هوائية بشدة. عم بتكون اه مائية عم بتكون ترابية. عم بشوف عندك محكمة اوراق قانونية. ممكن مساءلات ممكن اه شغلة هيكا طارئة اه اه دخلك اه في متاهات مؤقتة يا برج الحوت. او ادخلك في مكان انت ما كنت حابب انك اه اه تدخله او تطرق له. اه ممكن شايف فيه نصب اه يعني عم عم بنتصب عليك او اه عم بتخلص هاي الطاقة. اما اه ازا كانت موجودة من الاساس انت عم بتخلصها. ازا ما كانت موجودة فهي موجودة في بداية هاي الشهر. اه رح تظلها يعني مستمرة. لكن سرعان انت ما رح تكشف الامور وتزبط الاوضاع وتسترجع اه حقك. ولكن بعد صبر يعني بعد خلينا نقول شهر بعد اه اه فترة لانه عم بتكون شوي اه بطيئة المدة. عم بتكون صارم كتير وخاصة في العمل اه 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 مع شخص اه هوائي ممكن يكون. بشوف كمان هادا الكرت اه كرت ممكن يكون اه حمل او ولادة. للي عندهم حمل من الاساس. و اه حمل للي ما عندهم اه حمل. فممكن يكون اه بنت. ممكن يكون بنت. اه حامل في بنت هاد الشهر. طاقة. طاقة مفتوحة على شهر واحد. ولكن بتمط الطاقة. ممكن تمتد اكتر اه شوي. اه شايف في رجوع لقديم. لشخص قديم. كان في بناتكم شكوك. كان في بناتكم اه نزاعات او اشخاص اه او علاقة ثلاثية. بعد ما رح تنتهي رح يكون في سعادة معينة تعيشها اه مع الشريك. رح تبعدونه وعن ما عن المحيطة كله. رح تحاولوا انكم اه تبعدوا بشتى الطرق خلينا نحكي. فشايف قدامك اه طريق اه شوي صعبة ولكن اه في بالنهاية في نتيجة وفي حصاد. اكتر اشي بحزك بهذا الشهر من النصب زي الشهر الماضي لانه الحوتيين عم ينتصب عليهم من ناحية العاطفة ومن ناحية المال عم بيكونوا مستهدفين. كله انه طيبين شوي بس انا ما بشوفهم يعني اللي هو بشوفهم برضو اسكية يعني بنفس الوقت ما بينضحك عليهم بس الظروف بتوقعهم احيانا اه فبقولك هذا الموضوع النصب او كذا رح يدخلك في شوي مساءلات قانونية او في محاكم او في موضوع من هاي المواضيع ولكن رح يتم على خير. بشوف السفر في كرتين يعني السفر اه فرصة كبيرة للي حابين انهم يسافروا هذا بشكل عام. شايفي انتصار على اه شخص في العمل خاصة اذا كانت طاقته نارية. ومائية كمان. خلينا نشوف لمحة اه عن الوضع العاطفي. عم بشوفك ماسك حالك بالزور يا حوت. في بقلبك حب كبير كبير كبير. ممكن القراءة تكون عكسية لانه عاطفية. اه وعامة. اه في بقلبك حب كبير كبير للشريك. الشريك برضه نفس الموضوع. ولكن التنين ماسكين حالكم بالزور. عم تعملوا كنترول على المشاعر بصعوبة. ما عم بيكون سهل الموضوع عليكم. ما بعرفش اللي صاير لهتبرجه لحتى انت كتير تكون اه محتار وكتير اه عم بشوفكم التنين اه محتارين التنين عم تختاروا واكنه يمكن في عندك انت كمان اه علاقة ولاسية او هو عنده علاقة ولاسية او الاتنين مع بعض ما بعرف. بس اه اكتر شي عم تطلع في هاي الفترة على الزكريات على الشريك عم كتير عم بتطلع على الزكريات عم بتفرج على صورك عم يستعيد اه زكريات اه كانت موجودة بناتكم يمكن. ولكن شايفي انا في اه انتصار على العلاقة الثلاثية شايفي في التقاء ما بين القلب والعقل بنفس الوقت اه يعني من بعد هون ما كان عندك صراع ما بين عقلك وقلبك هون لا في اه يعني في اتحاد التنين مع بعض رح تاخد قرار اه بانه يعني الامور تتزبط بناتكم اه او الشريك اللي عم بيفكر بهاي الطريقة او انتو الاتنين مع بعض. رح يكون اذا في نهاية للحيرة رح يكون في نهاية لطرف ثالث موجود وللحيرة والصراع اللي كان موجود. شايفي انه الشريك رح يقدم لك مثل ادلة مثل اه شغلات اه امور اه يعني امور واضحة يوضح لك اياها يحاول يوضح لك الصورة الامور اه هذا الشي بشوفه بالاسبوع التالت اكتر شي ممكن بالرابع يكون كمان اه او حتى من اول الشهر فعم تتمتع بجاذبية كبيرة عم بيشتاء لك الحبيبي بيشتاء لشكلك حتى كيف تتصرف عم بتذكرك بكل هدول التفاصيل عم بشوف اذا كنتوا اه منفصلين نسبة الرجوع كبيرة لكن بالنسبة للمتزوجين عم بشوف اه في طرف عم يدخل جديد عم بيخرب شوي من الصفاء اللي موجود في العلاقة في اه شوائب عم بتفوت على الحياة وعم ترجع تطلع ما في مشكلة ولكن يعني نكون حذيرين من هاي الامور انه ما تخرب حياتنا خاصة انه انت رح تكون عصبي شوي هذا الشهر اه ما ما قادر تعمل كتير كنترول على مشاعرك رح تكون ناري اكتر يا حوت مع انك مائي اه رح تكون فياري رح تكون اه شوي متسرع فبس نحذر من هاي الطاقة اه نشوف شو تحذير هذا الشهر لبرج الحوت برضو علاقة ثلاثية ما بعرف يا حوت لا شي كان يطلع لك علاقة ثلاثية عم تجول في الافق قلنا في انتهاء للعلاقة الثلاثية ولكن ممكن تمتد لانه هذا التحذير يعني عم بشوف رقم هدعش لخم اتناعش فممكن تمتد الطاقة شوي لهذا الطرف الثالث شوف ميسج من الحبيب اذا كان بعيد او قريب او اه كلمة منه ميسج معينة ما ما قادر يقولها اه نفس الكرت اللي طلع لبرج يمكن الجوزاء اه بيقولك انه هو كوعد او وعد هو انه رح يحقلك الامان اللي انت بتحلم فيه رح يحقلك الجو اللي انت بتحلم فيه في العلاقة اه في عرض معين هو رح يقدم لك اياه بس بيقولك ويت كمان ويتمي انه استناني فيه فيه امر هو مخبيه لالك فيه امر هو اه بده يوضح لك اياه وكأنه هاد الحبيب عم يحبك بطريقة فصيعة ولكن على قد ما فيه خب على قد ما فيه تحديات في علاقتكم عم بشوف بشوف اوراكل للحوت حفا يحوت بكفي بكفي استرس بكفي كذا اطلع للاماكن اللي كنت اطلع عليها وتنبسط ابسط حالك رفح عن حالك شوي اطلع من المود اللي انت حاطت فيه حالك لك فترة وانا ما بلومكم يعني الظروف هي اللي كانت صعبة يعني مش انتوا بتكوا هذا الموضوع ولكن انتوا كنتوا عم تعيشوا هاي المواقف اجباري يعني قدريا فبس بيقولك هافا حاولت تخفف عن نفسك بانك تعطي حالك طاقة ايجابية زي ما قلنا تطلع على اماكن بتحبها تستمتع في الحياة بكفي يعني كتير التفكير والطاقة السلبية فبتمنى لكم شهر سعيد حبايبي بشوفكم بالفيديو الجاي باي